الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله يحييك بابد العزيز الله يجزاك خير الله يجزاك عنا خير كل عام أنتم خيروا بابد العزيز تقبل الله من جميع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام وكل عام وأنتم بألف خير كل عام والأمة الإسلامية تعيش بصحة وسلامة وأمن وأمان ونسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا كلها سعادة ومن سعادتي هذا اليوم أن نلتقي بهذه الوجوه الطيبة النيرة نحسبها والله حسيبها ويتواصل معكم برنامج الأجاويد في حلقة خاصة من يوم النحر يوم عيد الأضحى أشرف كثيرا وأسعد أن يشاركني تقديم هذه الحلقة الحبيب أحمد السكران أبو ديم يا هلا وغلق يا هلا بك أبو عمر تقبل الله صبحكم الله بالخير نبارك للسادة المشاهدين كل عام وأنتم بخير ونبارك لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهد الأمين بهالعيد وعسى الله يعيده علينا عاما بثر عام نرحب فيكم وأنتم أعزائي المشاهدين ورحب هرجال النجوم الكبار الموجودين بمحل أبو عبد العزيز الله يجعله عامر بعزه يا رب العالم يا رب العالم يا رب العزاك خير يا أبو ديم ولا قصور في الجميع كبروا ليبلغ تكبيركم عنانا السماء كبروا فإن الله عظيم يستحق الثناء مشاهدي الكرام هذا اليوم الحقيقة المشاعر فيه تختلط مشاعر منوعة ومختلفة فنحن من غير الحجات نتذكروا إخواننا منهم في المشاعر ماذا يصنعون هذا اليوم وما هي أعمالهم وكذلك نحن نعيش ونشاركهم هذه الفرحة من خلال الأعمال المنوعة والمختلفة قبل هذا نرحب أيضا بمن يشاركنا هذه الحلقة أنا ودي بو ديم تعرف أنت باللي على يمينك ونبعرف اللي بي يا سلام واللي على يميني يحبه مثل ما يحب الموجودين كلهم نجمنا الغالي وقارئنا عبد الحميد النواشر أبو عمر ومستكن الله بالخير وكل عام أنت بخير الله يصبح خير أبو ديم ويصبح للإخوة الأجاويد ونصبح على الجموع المباركة الحجاج ونصبح على خادم الحرمين ونطلق التهاني أسر الله جل وعلا يجعل عيد خير وبركة علينا وعلى الأمة كلها يا رب يكي اللهم أمين ونرحب برضه بنجمنا الغالي الشغموم والمتميز واللي ما شاء الله تبارك الله هلال منك طلعت معه هلالك طالعا مع رجالا عليه العلم سعيد القحطاني أبو سعد والسكر بالخير وكل عام أنتم بخير الله يصبحك بالخير أبو ديم ويصبح الجميع بالخير الحاضرين والمشاهدين ونهنيكم بهذا العيد المبارك عيد الأضحى المبارك ونهني قادتنا وحكامنا وشعبنا وحجاجنا وأرحامنا وكل من عرفناه من هذه القناة المباركة ونزف لهم آيات التهاني والتبريكات بهذا العيد المبارك الله يبارك بعمرك ومعنا نجمنا والمدرسة اللي أنا دائما أحب أني أسميه المدرسة اللي اليوم حنا متشرفين بمحلة وأنا بشكل خاص مبسوط وفرحان أننا متعيدين عنده عبد الله المخير أبو عبد العزيز كل عام أنت بخير وأنت بصحة وسلامة والحضور عيدكم مبارك والله يحييكم في محلكم والله أنا أنتم المعازيب وأنا الضيف على قطيبك والله أنكم شرفتوني وتو ما صار عيد الله يحييكم وعيدكم مبارك عليكم على الأمة الإسلامية والله يجال عيدهم مبارك على الجميع ويرجع الحجاج أهلهم سالمين غان مين آمين الله يجزيك خيري أبو عمر أعطيك العافية أبو ديب الله يجزيك خلصت واجبك يضينا افتبت بسرعة ما شاء الله عليك ما شاء الله على الضفة الأخرى أيضا ورحب بحبيبي وشيخي الشيخ صالح الفنتوخ أبو محمد يا أهل وغلاء يا أهل وغلاء أبو عمر أبو جميع الإخوان أسأل الله أن يجعل عيد مبارك علينا وعليكم على أمة الإسلام يا رب العالمين اللهم اجعله عيد مباركا اللهم أعده علينا وعلى أمة الإسلام على خير وصحة وسلامه وأن حكومتنا وشعبنا وإخواننا وأسأل الله أن يتقبل من حجاج حجهم وأن يوفقهم ويسر أمرهم ويكون بعونهم يا حي يا قيوم وأحييكم جميعا وأحيي إخواني وأحبابي وأحيي الإخوان في قناة المجد أسعدهم الله جميعا الله ينزق خير يتقبل ما دعوت الشيخ علي التخيص أبو سعد يا أهل وغلاء الله يبارس فيك ويحييك وأبارك لكم في العيد وأبارك للمشاهدين وأبارك لولاة أمرنا وللشعب ولأمة محمد قاطبة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم سالمين غانمين إلى أهلهم يا رب الله يتزاك خير الشيخ ناصر أبو عبد الواحد يا هلو سهلا مرحب الله يحييك نحيي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ونحيي بيتك بيتك أبو سعب إزاك الله خير الشعب المبارك ونحيي المشاهدين المباركين ونحييكم جميعا في هذا اليوم المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعل أيامنا وإياكم دائما أعيادا مباركة وفعلا كل يومنا على العافية عيد نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم الأمن والإيمان ورغد العيش ويوفق الحجاج ويتقبل مننا ومنهم صالها الأعمال صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم الله حييك أبو عمر نعيد عليكم فردا فردا ونعيد على حكومتنا الرشيدة ونسأل للحجاج أن يعيدهم وأن يجعل حجهم حج عتق وأن يعيدهم صفرا من الذنوب وما حرسه العذر عن الحج نسأل الله أجله الأجر الوافي الكامل كل عام أنتم بخير وأنت بخير تقبل الله مننا ومنك صالح الأعمال أنا دائما أقوله طريف وهو الصحيح طريف بالشد أي يعني ما تكتب شدة أنت الله هديك شد 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 يدك عجانا لازم يطلع صحة لكن هالجلسة الزينة أبو عمر وليمونين الحاضرين عقب ما ضحينا نعم والحمد لله يعني أدينا واجب منه أو سنة مؤكدة من الله سبحانه وتعالى وعسى الله يتقبل مننا ومن المسلمين ضحاياهم يا رب ومن الله يعيدنا لأنها العيد عاما بثر عام وهذه ترى جزء وأكيد المشايخ الفضلة اللي عندنا الشباب يعني جزء من شعيرة الإسلام إظهار الشعيرة هذه زيها زي الأذان إظهارها زي النحر هذا اللي الناس تشوف إراقة الدماء لوجه الله عز وجل نبو نسمع